كلنا عارفين إن مصرحيات رياوسكينا واحدة من أنجح المصرحيات اللي اتقدمت في مصر وكل أبطالها حققوا شهرة كبيرة جدا وخصوصا الفنان أحمد بدير اللي كان وقتها لسه في بداية حياته الفنية لكن الفنانة شادية ما كانتش هي المرشحة الأولى للمصرحية دي لكن كانت وقتها الفنانة شويقار هي البطلة الحكاية بدأت لما أقامت الفنانة شويقار حفلة كبيرة في بيتها وهضورت نخبة من قلمة عن نجوم من بينهم صديقتها المقربة الفنانة سهير البابلي وصديقها المنتج سامير خفاية المنتج سامير خفاية جاء لاحز أثناء الحفل كمية الحضور والتفاهم والصداقة اللي بتجمع بين شويقار وسهير البابلي وأنهم كانوا بيتكلموا مع بعضه طول الوقت ومن باب الدعابة قال لهم أنت شبه رياوسكينا كيف هي ودودة بقى يا ستي وشويقار وشوفي بقى ديوفك ومن هنا جات لسامير خفاية جاء الفكرة بإنتاج مصرحية غنائية السعرضية عن حياة رياوسكينا وعرض الفكرة على الكاتب بهجة أمر وفعلا بدأ بهجة أمر بكتابة النص وفورا سامير خفاية عرض الفكرة على سهير البابلي علشان تقوم بدور ريا وشويقار علشان تجسد شخصية سيكينا ولكن الفكرة لما تعرضت على شويقار قالت لفؤاد المهندس وفؤاد المهندس رفض وقال لها المصرحية دي مش هتنجح لأن الجمهور من المستحيل أنه يتقبل رياوسكينا بالصورة دي وبالفعل اعتذرت شويقار عن العرض وساعتها اعتذر سهير البابلي على الرغم من حماسها الشديد للعرض وقف المشروع لفترة طويلة لحد معالة سامير خفاية على الفنانة شادية لكن ردها كان أنها بتفكر في الاعتزال ومش مستعدة أنها تخود أي تجربة فنية جديدة ولكن اتدخر حسين كمال مخرج العرض وقال أنا بعرض عليك دور عمرك ردت وقالت له أنا عايز أعتسل ردوا قالها طب على الأقل اقري الأول وبعدين أحكمي وبعدها انتهت شادية من قراءة الورق ووفقت على المشاركة في العرض على أنها تقوم بدور ريا واحتر المنتج سامير خفاجة والكاتب بهجة أمر والمخرج حسين كمال في اختيار البطلة اللي هتقوم بدور سكينة قدام شادية وفي الفترة دي رجعت سهير البابلي مصر وعرض عليها خفاجة العرض مرة تانية ووفقت بحماس بعد كده تم اختيار بقى الأبطال وقع الاختيار على الفنان عبد المنع المطبولة عشان يقوم بدور حساب الله والفنان حمدي أحمد عشان يقوم بدور عبد العال لكن حصلت خلافات كتير بين حمدي أحمد وشادية وشادية قالت يا أنا يا هو وبالفعل تم استبعاده وكمل شخصيته الفنان حسين الشربيني لحد ما تدور روح في النهاية للفنان أحمد بدير اللي حقق من خلاله نجاح كبير جدا وكان سبب في نجوم يطر كبيرة بعد كده لحد هنا يكون خلصنا الفيديو اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات لو كانت شويكار عملت دور راية كانت هتحقق النجاح اللي حققته شادية والمصرحية كانت هتنجح النجاح الكبير ده مستني رأيكم في الكومنتات بس قبل ما ممشي اوضعوا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوسألكوا كل الإشارات أسيبكم في رعاية الله وأمنوا حرزوا والسلام عليكم